يا مساء الخير على حضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات انبوكس والنهاردة ان شاء الله الحلقة حلوة وهيكون فيها فقرات برضو متنوعة زي ما عودنا حضراتكم بس خلينا كده بقى قبل ما نبدأ نرحب بقى بالحبايب بالشقات بالاخوات بالحلويات بتوع يوم السبت الكبار والجمال الله لك الله لك نزيكة عارف انت لاي ايه طلع يعني منك نزيكة يا بيبو وحشتني اخبارك ايه نزيكة نزيكة اقول نوران وفرو الله عليك ازاك يا بيبو عامل ايه كله حلو والله كله حباركم ايه الحمد لله تمام من اوليد الدنيا نورة والله يعني وحشتنا ويوم السبت وحشنا اه شفت ازاي كله حلو كله الحمد لله النهاردة اليوم يومك لا يا اخي متقولش لا يا رجل ده انت النجم النهاردة طيب حلو احنا النهاردة طبعا زي ما احنا معاودينكم معانا فقرات حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم هنبدأ معاكوا كده من الاخر للاول هيبقى طبعا الفقرة الرياضية مع فاروق وكل اخبار رياضة طبعا في الفقرة دي اما قبلها فاحنا هيبقى معانا ضيف جميل جدا طفل وولدته الحقيقة الطفل ده مميز جدا لانه هو بيسموه المخترع الصغير اخترع مطور صديق اللي البيئة بيشتغل بالمية يمكن مطور سيارة كمان هنعرف التفاصيل كلها من سليم عزه اللي هينورنا هو والدته هنتكلم اكتر عن اختراع وعن التفاصيل اللي تخص الاختراع ده خليكم معانا تابع الفقرة هتعجبكم جدا ان شاء الله تبقى مفيدة حالو جدا وبرضه يكون معانا فقرة هامة جدا وهي هتكون معانا دلوقتي برضو هنتكلم يعني فيها معاكم بالتفاصيل وهو عن بزار يمكن البزار ده من ضمن البزارات المختلفة جدا في الوقت الحالي واللي المفروض ان شاء الله هيقام يعني كل سنة بشكل دوري وبالاخص يعني في شهر اكتوبر والبزار ده اسمه كيليو جاردنز للفاشن والمشغولات اليدوية واللي كمان يعني صورنا امبارح بشكل مفصل يعني من خلال التقرير اللي يكون معانا وكمان اللي صوره احمد الخطيب وانا شايف برضو ان مهم جدا ان احنا نركز على المشغولات اليدوية الخاصة بينا المصرية الجميلة جدا اللي دايما بيكون ليها طبع خاص وبرضو بتكون مطلوبة بشكل كبير جدا مع الغرب يعني سواء كانت الحاجات بتاعتنا اللي خاصة شوية بالحاجات اللي هي الفرعونية اللي هي يمكن بتتكلم عن الحضارة بتاعتنا القديمة وبنتكلم برضو على المشغولات المختلفة اليدوية باشكالها المختلفة وايضا لما بنتكلم برضو على حاجات اللي احنا مميزين فيها جدا بشكل كبير برضو عن المنسوجات والحاجات الخاصة بالنول فاحنا لا فيه تطور كبير بشكل يعني واضح جدا فانا شايف ان المعرض الخاص يعني طبعا ب بازارك اليو جاردنز انا شايف ان هو هيكون لشكله طبع خاص يعني في الفترات المقبلة وسمع بشكل كبير من خلال افتتاحه يعني بارح وكان واضح جدا بالضبط يا فاروق يمكن زي ما قال فاروق البازار كان اغلبه او كله من الاعمال اليدوية كلها سواء كانت في الاكسيسوريز او الهوم اكسيسوريز او حتى الفاشون والسجاد وكلها حاجات معمولة بايد مصرية وكمان لما نشوف البهجة اللي كانت موجودة والشوش الناس والسعادة لان برضو مكانش بازار بس لكن فيه طبعا محلات ومطاعم وكافيهات موجودة في المكان فبيبقى الموضوع قويس جدا ان انت ممكن تكون نازل بتعمل شوبينج مع اهلك بس ساعات كده رجالة عارف انت طب روح انت يا ماما طب شوفي عايز ايه او انا هبقى اجا حاسب فبتبقى عايزة طعب تراح المكان فانا لقيت من ده كتير وتاكل حاجة طعب تاكل حاجة بلا عايزة تشرب حاجة براحتك وبعد كده هم يعني امراتك واعيلك ممكن يجولك بعد كده فكان الموضوع حلو جدا والاجواء كانت قلطف ما يكون والناس كانت سعيدة جدا بالمعرض كمان الناس اللي بتعرض المنتجات بتاعتها كانت فخورة جدا بالحاجات اللي هي بتعرضها يعني عارف انت الناس عاملة ده باتقان وكلها حاجات يدوية سواء كمان المصريين او الاجانب بيحبوا الحاجات يدوية عشان بتبقى معمولة كده بحرفة مزاي مثلا ما ينرس الجادة بالمكان والكلام بالضبط مظبوط يا خطيب يمكن فعلا بقانا فترة كبيرة جدا بنشوف انه في صناعات مصرية بقيت شباب مصريين منتجاتهم بدأت تغزوا فعلا السوق المصري بشكل كبير جدا وتنافس المنتجات المستوردة والمنتجات الاجنبية ويمكن ده اتجاه البلد كلها نحن نشجع الصناعات المصرية بشكل كبير جدا وفكرة انه يبقى فيه بزار بيجمع ما بين الفاشن وما بين المشغولات اليدوية هي فرصة كبيرة جدا للسيدات والشباب اللي عندهم مشاريع انهما يعرضوا شغلهم في بزار ممكن يكون عليه اقبال كبير من الناس وفي نفس الوقت برضو تشجيع كبير جدا للصناعات المصرية خصوصا انه فيه ناس كتير بتحب قوي الاعمال والمشغولات اليدوية بشكل كبير جدا احنا معنا تقرير لطيف جدا خطيب امبارح صوره من داخل بزار كيليو جاردنز بس احنا هنطلع لفاصل ونرجع نتابع معاكم التقرير ونكمل كلامنا خليكم معاكم احنا النهاردة هنا بنغطي بزار كيليو جاردنز للفاشن والاكسيسوريز والهوم اكسيسوريز بالذات لو انت مهتم بالمصنوعات والمشغولات اليدوية فانت هتلاقيها هنا وبس المكان اكتر من رائع فيه بقى مطاعم وفيه اعداد حلوة قوي 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 لو انت تيجي لوحدك هتستمتع كمان لو هتجيب قسرتك هتستمتع جدا فخلينا نشوف اسمك ايه؟ شادن 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 يعني ايه شادن يا شادن؟ الغزيل الصغير بس انا شايف الاسم مميز وشايف برضو الحاجات اللي انت عامنها مميز انت اللي عاملت الحاجات دي كلها؟ او كلها هندمي دفنا اللي عاملت طيب كلميني عليها كلميني مثلا الحاجات دي مثلا بتاخد في ايدك ايه؟ بتاخدي وقتا قديها عشان تخرجي مثلا منتج من المتاجات دي؟ على حسب القطع يعني كل قطع اوليها شغلها في قطع ممكن تاخد نصف ساعة وفي قطع ممكن تاخد كذا يوم هل بيبقى فيه مثلا تصمموات في دماغك ولا انت بترجعي لايه عشان تخلي الالوان كلها متناصقة كده ومميزة؟ انا بحب اتفرج كتير وبحب الاول اصمم الديزاين نفسه وبعد كده امشي عليه ممكن اعمله وافكه تاني برطي طيب انت شايفة ان فيه بازارات كتير دلوقتي بتتعامل الفرقة بين اي بازار وبازار كيليو جاردنز ايه؟ هو هنا الوضع مختلف فيه البازار فيه روح كده وحل وجديد يعني طيب شايفة اني مثلا النهاردة المنتجات بتاعتنا المحلية اللي احنا بنعملها بقت اكتر ولا برضو لسه بنستورد حاجات كتير ممكن يبقى المنتجات بتاعتنا مش قوي فيها؟ هو بيرجع للفكر بصراحة يعني كل شخص بتلاقيه من زي التاني يعني فيه ناس بتتمسك ان هي تشتري حاجة محلية بصنع اليد او كده وفيه ناس برضو بتبقى عايزة لحاجة مستوردة اكتر عميل مثلا بيجيلك عشان عارف حاجاتك بيقول لك انا عايز حاجات معينة مثلا ان تكون مصرية ولا هو بيبقى عارف ان انت حاجاتك قريدي محلية ومصرية لا هو بيبقى واسك ان هي الحاجات كده كده مصرية مرسي اشادن شكرا شرط والنبي نورتينا والحاجات بتاعتك حلوة جدا وعايز اعرض طيب الاسعار ايه؟ بتبدأ من رنج 50 لغاية 400 مصر ده حاجات بسيطة بس اللي على حلوة دي يعني ما شاء الله عليكم بصي ليك بصي ليك شرطين شكرا شكرا بصي انا جيت عشان لقيت حاجات مميزة جدا تمام؟ يعني شايف عندك حاجات مميزة اسمك الاوي سوها صادق ازيك يا سوها؟ اهلا زيك انتو سوها كلميني على الشغل بتاعك وكلميني هل هي كلها حاجات محلية ولا في حاجات مستوردة؟ لا كلها تقريبا حاجات محلية اغلبة وهند ميت اغلبيات هند ميت الحاجات اللي احنا لقناها مستوردة كررنا ان احنا نعملها هنا عندنا هند ميت بحيث ان انت بتجي مستوردة غالية جدا انت تعمله هنا بخامتنا بالنحاس بتاعنا بالطلب بتاعنا بورشنا فرق كتير جدا في السعر وليساعدني على كده ان معايا مراتبني وبنتي شباب فهم عندهم دايما اوبديتنج بالحاجات الموضة والحاجات اللي مبرة فكلها محلية وهند ميت طيب كلميني دلوقتي مثلا عن بزار كيلو جاردنز اي الفرق بينه لو انت بتنزليه في بزارات تانية اي الفرق بين كيلو جاردنز واي بزار تاني بتنزليه؟ اول حاجة النزام منظم جدا الحاجة التانية المساحات طبعا مرتاحة فده بيديك سبيس اللي بيجوا يشتروا منك وبيديك سبيس وانت بتفرش بتعرض حاجتك وانت قدر تعرض حاجتك ايه الدسبلي بتاعك يطلع مرتاح الحاجة التانية الاخيرة بالنسبالي ان هو منقي من كل حاجة ناس مميزين يعني العريض ايه نفسه يعني بتلاقي مثلا ناس مميزين في المفرشات والمميزين في الاكسسورات فعلا فعلا كل العارضين معاهم ادوات او معاهم مواد كلها مميزة الاسعار طيب بتاعتك بتبدأ من كام لحد كام؟ يعني يمكن اغلى اغلى حاجة عندي 500 جنيه عمرها بتتعدل 500 جنيه ده لما بيقى القطعة كبيرة جدا لكن غير كده الرنج بتاعي بتبدأ من في من خمسين مية مية وخمسين اللي هي الاسعار اللي ممكن اي حد يقدر يشتري منها وفي نفس الوقت جودتها علي لاني جودتها مضمونة انا اللي عملاها بايدي هنا مش مستوردها طيب الجودة بتاعت الحاجات المحلية بتاعتنا دلوقتي بقت احسن ولا لسه برضو عندنا اللي هي ان احنا لقى نستورد حاجات من بره لا انا مش حاسة دلوقتي ان احنا نستورد من بره لاني بقى دلوقتي من كتر ما فيه طلب على الاستيراد كان في الاول فدلوقتي بقى سهل جدا بيبعتولك خمات كل ما بتبقاش تقدر تفرق من الخامة كويسة ولا مش كويسة لكن انت لما بتعمل هنا حاجتك انت متابع وانت بتقدر تعرف الخامة كويسة مطلية كويس لا طبعا انا بالنسبة لي بقى هنا احسن بكتير فرق معاك ايه لو انت كنت لوحدك بتعمل الشغل ده بتصميل وحدك ولو انت كمان دلوقتي بتقول انت معاك الشباب البنات ابني وبنتي فرق معاك ايه الفكر يعني حنا دلوقتي انو اعتبر جلين انا وهم فانا ليه فكر معين حتلاقي فيه عندي حاجات عاملها بسني او الاجبر مني سني وفيه حاجات جزء في الدسبلاي بتحس ان دي افكارهم هما فكر شبابي بألوان تانية فعلا ما بتبقى المعروضات بتاعتك بتبقى ما بين ده وده فبيقدر يشتري منك الكبار بيشتروا وصغيرين بيشتروا فرق معاك جامد طبعا في الافكار مرسي جدا ليكي وبنتمنى لك طبعا نشوفك دايما هنا في كيلو جاردنز والحاجات بتاعتها تحفة تحفة انا لقيتكم قاعدين كده قاعدة ريئة والقاعدة حلوة وحاجاتكم برضو جميلة وحلوة الاول ازايكم عاملين ايه؟ الحمد لله كلكم الحمد لله ابدأ بحضرتكم انا موسى اللي خلاكي تيجينا هنا النهاردة في بازار كيلو جاردنز ايه المختلف في معرض كيلو جاردنز وبازار كيلو جاردنز يعني اي بازار تاني؟ لا المكان طبعا اوبن اين جميل جدا بالنسبة بقى للمعروضات طبعا حلوة جدا ومختلفة يعني احنا رحنا طراصنا فبردو كان حلو فيه اختلافات جميلة وهنا برضو فيه مفروشات وفيه حاجاتنا حاس حلوة جدا السورات طبعا جميلة الملابس حاجات كويسة جدا يعني مدام نادية كلميني عن المشغولات بتاعتك هل انت اللي بتعمليها بايدك كلها؟ ايه انا اللي بعملها ملقيت وزدي يعني من التفصلها لتطرزها لكله يعني انا بجيب خمات وباشتغل بقالك قد ايه بتشتغلي في المفروشات وبالترازيها؟ بقالي تقريبا اتناشر سامة باشتغل طبعا بدأت من لغاية ما خدت بقى عندي باكراوند في عن الموضوع يعني وبعدين دلوقتي الحمد لله رب العالمين بدأت اعرف الاماكن اللي ممكن اشتري منها الامشة الكويسة والخمات الكويسة ايه وفصل تفصيل اب نورمال يعني انا بفصل الحاجة اللي هي ايه تبقى عاملة زي المنتج او اقوى من منتج المستورد ايه وممكن اواريك حاجات على الطبيعة هتحس انت حضرتك به يعني يعني في المنتجات كلها براعي الخمات وراعي الفنش ده ودي اهم حاجة يعني موجودة يبقى ليلي قبل البزار او قبل ما يكون فيه فكرة البزار ان انتي ممكن تعرضي حاجتك في بزار زي النهاردة كده مثلا في كاليو جاردينز كنت بتعملي ايه او كنت بتسوائي للمنتجات بتاعتك ازاي؟ بس حضرتك انا اغدها اصلا كانت هواية ومعدين بدأت بدأوا يشوفوا شغلي ازا كانت في طراصنا او في ديارنا الاتنين كانوا معجبين جدا بالفنش بتاعي وبطريقة العرض بتاعتي وبطريقة تنسيق المعرضات ازاي بدأوا بقى ما يبقى فيه اي معرض بدأوا يغدوني انا ما بكلمش يعني ما بكلمش كتير عن نفسي بس هم المعرضات عجبهم فبيغدوني ما بكلمش يدوشتوا بيابا وبيغد يعني طيب دلوقتي انت شايفة ايه المختلف بازار كاليو جاردينز عن اي بازار تاني انت ممكن بتعرضي فيه منتجاتك والله هو اول حاجة اللي فاتت نظر فيه انه هو open area دي حاجة كانت مهمة جدا الحاجة التانية انه هو شيك يعني شكله حلو يعني غير البازارات التانية مختلف يعني فعلا هو مختلف عن البازارات اللي انا روحتها امريكا مرسيل حضراتك جدا ومرسيل حضراتكم كلكم مرسيل حضراتك يا مسائل خير مسائل الله اسمك ماذا؟ عبد الرحمن عبد الرحمن يا شايف برضو حاجتك برضو مميزة جدا يعني كان دايما مثلا بنشوف ده على طول هو ده زي سجادة او زي بس الكليم دوت من قديم الأزل شغال مثلا من بدر لا الكليم دوت موجود من زمانه اشكال تانية كتير بس الموضوع دلوقتي مبايناش نعمله بالطريقة القديمة هي بنفس الطريقة بس دخل فيها تطورات اكتر تكنولوجيا اكتر الموضوع لكن الأعمال كلها ما زالت يدوية زي ما هي يعني لسه زي ما هي متماسكة بالهند ميت بتاعها ما تغيرتش ما دخلش فيها يعني مثلا اي كيميكا لأي مكان اي حاجة كله يدو بس بقى فيه تطورات القطن نفسه تطور الطريقة بتاعت التأفيل بتاعت القطع نفسها بقت متطورة اشد ما تتقطعش بقى فيها حاجات كتير دلوقتي افضل بكتير لكن هي يعني عملية جدا بتقعد سنين معاك ده أنا بكلم كل دوت على القطعة واحدة اللي هي عندنا في الصنع اسمها سلطة لان دي بتبقى بوايا قماش الصناعي بيبقى قاعد اي حاجة بتجي في ايده من القماش بيحطها بس فبتبقى حاجة يعني مفيش بيت مصري مفيش قطعة زي دي لازم طب قلني دلوقتي بياخد في ايدك قدية عشان نخرج قطعة زي دي مثلا بالحجم ده لا الحجم ده يعني ممكن ساعتين تلاتة ربعة ساعة بكتير اللي حجام ده بس فيه حاجات يعني اكبر من كده بتاخد اوقات بتاخد مثلا يومين تلاتة بتبقى الاحجام الكبير اللي هي بتبقى مثلا مية وتلاتين في مية وتسعين بتبقى فيه حجم اثنين في تلاتة ده بيغطي مساحة ستة متر هي بتبقى الاحجام ده ممكن تاخد لها يومين او حاجة كل الحاجات زي ما انت قلت كده اعمال يدوية يعني بيبقى اليدوي كل يدوم ما عنديش اي حاجة هنا داخل فيها اي مكان كل شغلي هنا يدوي ايه الفرق ما بين اي بزار تاني انت ممكن بتعرض فيه حاجاتك وبزار كيليو جاردنز النهاردة والله هو لسه يعني اول يوم دوت احنا لسه الافتتاح ودي اول مرة كمان ادخل البزار فلسه ما شفتش الفرق يعني هو البزارات اللي كنا بندخولها قبل كده الفكرة اللي احنا الناس اللي احنا عارفينها من بدري او تعرضنا معاهم في معارض قبل كده بنشوفها تاني دي احلى حاجة مبدايا بزميلنا اللي حوالينا اللي كل واحد بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يطلع افضل ما عنده دي متعة عين وانت قاعد هنا مش لشغلك بس لشغل الناس اللي حواليك كلها فدي بالنسبة لنا بحب طبعا ان اشوف الحاجات دي كلها دي بالنسبة لي حاجة حلوة جدا وانت شايف كمان كل المشغولات مصرية وكلها هند ميت كل مصر هو الموضوع يعني بيخلي الناس تطلع افضل ما عندها يعني الواحد لا انا مش هعج مش هريح لا ده نازميلي بدأ يتطور لا ده نازميلي ده انا هبدأ اشتغل اكتر هشتغل على نفس اكتر وفكرة ان الاعمال يدوية دلوقتي في زمن كل حاجة بقى اتمكن لا الموضوع يعني بقى ليه طعم تاني احسن بكتير طبعا يعني هتمسك اي قطعة من دي يبص حاجات زي كده كل رسم يدوي ممكن حاجات تتعمل زي كده ادوس على زرار مكنة يطلع للرسم ديت وخلاص بس انا الوقتي حلوة تعب فين فاهمني هي دي الفكرة الناس بتفضل احسن الحاجات اليدويه انت شايف يعني من وجهة نظرك بانك انت كل شغلك عمال يدوية الناس بتفضل احسن الحاجات المعمولة يدوي ولا الحاجات المعمولة مكنة هو الناس بتدور في الشغل اليدوي للروح بس يعني الروح بتاعت المصنوعات اليدوية احنا كمصريين علشان متربيين عليها من زمان فاحنا بندور على اي حاجة ترجعنا للزمن ده فتقولك لا انا هاخد دي مثلا انا صغير يجي لي ناس عندها سبعين وتمانين سنة تبص القطع تفضل واقفة اصادها تفتكر ايام صغيرة ومبسوط بيها او في الاخر ياخدها معاه وماشي ويشتريها يعني الفكرة مش بفلوسها بس الفكرة اللي انا حاجة رجعتلي زمن انا كنت عايشه نفسي ارجع في تاني مرسيليك جدا مورتنا باش مهندس ان شاء الله ان شاء الله اسمك ايه؟ محمد فارق عمليا حمودي محمد ايه رأيك في الاجواء النهاردة انت متعاود تيجي مثلا بزارات او تيجي مثلا اماكن بيبقى فيها بزار او حاجة او انا بحب الحاجات دي اوي فاسمات ان فيه افتتاح النهاردة فقلت اجي اشوف الدنيا وبجد المكان حلو جدا ايه ايه المختلف في بزار كيليو جاردنز عن اي بزار تاني؟ هو هنا الحاجات يدوية كلها والحاجات تحس جديدة ما شفتاش قبل كده والمكان بجد حلو جدا ايه انت في العادي بتحب تلبس حاجات مصنوعة يدوي او الاكسيسور انسا بتستخدمها بتحب تلبسها يدوي او عادي ممكن تجيب حاجة معمولة جاهزة؟ هو عادي بس اليدوي بيبقى قيمته اعلى وبيبقى يعني الخامة بتاعته احسن والحاجات دي يعني برسيل يجي حمود شكرا اسمك ايه؟ بيجاد عامل ايه بيجاد؟ الحمدالله اكوهان بيجاد قولي انت بتيجي دايما بزارات ولا دي اول مرة تيجي فيها بزار؟ لا جيت قبل كده بزارات شباب احب الحاجات الاندميد وكده بحب اتفرج عليها يعني واشتري مثلا او حاجة عقبانية وكده طب في العموم ايه المختلف النهاردة في بزار كيليو جاردنز عن اي بزار تاني انت ممكن تكون بيكون تروحتو؟ انا عمتا بحب الحاجات القديمة عمتا يعني اي بزار بيبهرني يعني لما ادخله كده الاول مرة بيبهرني فهو كده كده كل بزار بيبهر مختلف عن تاني شايف مثلا النهاردة ان الاجواء وبرده الحفل وفيه مزيكة والكلام ده كله فيه مطاعم كمان ده بيبقى احسن لما يكون فيه بزار بجنبيه مطاعم وجنبيه اعداد كويسة؟ هو اي مكان طول ما فيه اعدا فانت تعرف ان انت هتلاقي ناس جايلك يعني بتيجي مثلا بتقاط في كافية تاكل فهو احسن حاجة مثلا ان يكون مكان حتى هوه مش غرض ورئيس الناس تقاطوا كده بس طول ما فيه اعدا فانت هتلاقي ناس مثلا هتتقاط شوية تروح الى بزار مش عالف تروح فين كده فانت طول ما فيه اعدا انا هتلاقي ناس مرسيلي اسمك ايه؟ اسمي محمد عمليك حمود الحمدالله تمام انت دايما بتيجي بزارات او بتيجي مكان كده يكون فيه مطاعم وفيه كمان منتجات ممكن تبقى عايزة الشريعة والحاجات دي كلها؟ اه كتير اي الفرقة بين اي بزار انت زرته وبزار النهاردة بتاع كليه جاردنس؟ لا انه هنا مختلف جدا يعني هنا حاجة مختلفة جدا والقعدة والجو جميل ومع النفورة والجو جميل هنا جدا يعني كحلوة طيب انت دلوقتي بتحب الحاجات المعمولة يادوي زي المعارضات والمهنتجات الموجودة النهاردة في البزار ولا ممكن بتحب الحاجات الجهزة اكتر؟ مش حاجة معينة عادي يعني بس بس ممكن تكون بتخطى لإيه؟ اليادوية طبعا مرسيليك حمود بسي هقولك على حاجة ايه الحلوة اللي انتو فيها دي؟ عشان اليوم جميل ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اللامة الحلوة دي؟ المكان جميل واحنا مبسوتين جدا عشان انا انا شايفك من بدل انت عملها طرقوسي؟ المكان شرح مبهج مصر تجنن حرام الناس تسافر برا وعي كفاية بلدنا وجمالها وكفاية رئيسنا وجماله خلاص ربنا يخليه لنا بسيليك طيب ممكن اخد عايز اخد رأيك عن اليوم النهاردة وعايز اخد رأيك عن كمان بزار كيليو كاردنز؟ لا جميل احنا بساطنا جدا احنا نجايين انا مكان مبهر صراح في منتهى الجمال والديفيلي اللي بيحصل ده بيخليه نعرف ايه المعروضات وكلام لان بساطنا قوي الحمد لله كل حاجة حلوة حضرتك في العمون بتحبي دايما الحاجات المصنوعة يدويا ولا الجاهزة؟ لا طبعا يعني صراحة الجاهزة لكن المصنوعة يدويا لازم تبقى حاجة يعني حاجة خصوصي قوي يعني اه الكوليت بتاعها بيكون علي المنتجات اللي شفتيها النهاردة خدت بالك من المنتجات مثلا الكوليت بتاعها عامل ازاي والمنتجات المصرية بتاعتها؟ لا حلوة قوي لان هما بيجيبوا الموديلات من برا وبينافزوها هنا فالانتج هنا احنا عندنا الايدة العاملة حلوة قوي لأ حاجات حلوة جيدة المصنوعة في مصر حلوة قوي الحمد لله مرسي لحضرتك العافية معانا دلوقتي استاذا سوها منظمة البزار والمعرض وعايزين نسألها برضو كم سؤال عن البزار استاذا سوها ازايك الاوي اهلا بيك اهلا بيك يا فاس الاجواء حلوة قوي والناس مبسوطة وفرحة كبيرة جدا هنا في البزار كلمين الاول عن البزار هدفه الاولان ايه؟ احنا هدفنا ان المصنوعات المصرية الستات اللي هي عايزة تساعد نفسها وتساعد عائلتها كلها حاجات مصرية مية مية وهم مصنعينها بايدهم فبنشجحهم ومعانا كمان تراصنا كلهم متجمعين عشان يعني الحقيقة مبسوطين مصر فعلا والسياد الرئيس بنشكره انه وفر لنا مكان زي ده ومساحة حلوة زي دي والناس الحلوة معانا زي ما بيقولوا يعني طيب كلميني برضو النهاردة يعني احنا شايفين اكتيفتس كتيرة كان ده متحقق ازاي وكنت عايزين تجيبوا ايه اكتر حد يبقى باين وزار في البزار؟ يعني عايزين الصناعة المصرية مية مية عشان نشجع الناس ومنمنع الاستيراد لان برضو احنا الاستيراد مش حلو لنا بنسرف الدولار واحنا بلد محتاجة دولار فالصناعة المصرية ستات دلواتش والله والله بيت احلى من الحاجات المستوردة لو حضرتك مشيتها على واحدة واحدة كل واحدة عاملة حاجات بيتها وبتواتوا راسنا المصنوعات والحاجات اليدوية كلها في منتهى جمال واسعار رخيصة جدا فالليه الناس تروحت من برة وتستورد احنا بلدنا كفيلة بينا بس احنا بنشك عده طيب بما ان النهاردة كان الافتاح للبزار عايز حاجة تقولي لي هل هيبقى موجود البزار في الايام اللي جاية ولا هيبقى الجدوى العامل ازاي؟ ان شاء الله احنا بنتمنى نعمل كل شهر او كل تلات اسابيع نعمل بزار لطيف عشان الناس كلها اللي ما شافتش المكان احنا طبعا تعيبنا بنقولهم كليو جاردن لسه الناس مش فهمة فدلوقتي هم شافوها وشافوا الميوزيك وشافوا الناس مستمتع ازاي وحتى المأكولات اللي هنا اسعارها حلوة فليلا بدل النوادي الناس بتيجي برضو تخرج وتستمتع بهنا الناس طبعا بتبقى شايفة موضوعا يبقى فيه اعداد كويسة وفيه فراية من المطاعم او الكافيهات كتير في المكان ده برضو بيشجع الناس تيجي اكتر سواء باسرطة او الوحدة مرسي لحضرتك ونورتينا مرسي قوي فان مرسي يعني بجد حاجة جميلة قوي لما نشوف انه في بلدنا فيه مكان جميل موقع مميز ممكن يكون فرصة كمان لتجمع العائلات بشكل كبير جدا يقضوا يوم كامل مع اولادهم ويكون في مكان كمان امان وكل الانشطة فيه سواء اي حد عايز يشتري اي حاجة من المشغولات اليدوية اللي احنا شفناها ممكن عايز يأكل ممكن اولاده تلعب كمان في اماكن كمان مخصصة للاطفال بشكل كبير جدا زي ما شفنا كده فيه اتجاه كبير جدا واهتمام بالصناعات اليدوية والصناعات المصرية بشكل كبير جدا شفنا سجاد يدوي شفنا اكسسوارات فضة هاند ميد كلها شفنا ازياء فاشن لحاجات برضو هاند ميد الناس اللي بتحب تلبس حاجات كاستمايز هاند ميد ليها يمكن بزار لطيف جدا كمان باين على الناس ان هي فرحانة ما بتصدق تلاقي فرصة ان هما يجمعوا في مكان مش مكلف ماديا او يقدروا ان هما يستمتعوا بالاجواء وبالجو الجميل وفي نفس الوقت يتبضعوا يعملوا شابنج يقابلوا صحابهم هناك يسمعوا مزيكة حلوة يعودوا في مكان حلو فكرة انه يكون في مكان بيجمع الحاجات دي كلها طبعا لطيفة جدا يمكن كيليو جاردنز هو بيشجع الصناعات اليدوية المشغولات اليدوية بشكل كبير جدا والفاشن زي ما احنا شفنا واتمنى انه يكون في الفترة الجاية برضو في بزارات كتيرة جدا بتشجع الشباب والسيدات اللي احنا شفناهم الجمال كده في التقرير ان هما ممكن تبقى ست قاعدة في البيت بتعمل مشغولات يدوية لطيفة جدا يبقى عندها فرصة انها يتعرضها في معرض او في بزار زي ده ويبقى مصدر رزق لها وفي نفس الوقت بتقضي وقت لطيف جدا وبتتعرف على ناس وبتعمل صدقات لطيفة جدا مع السيدات اللي معها في نفس المكان ففكرة لطيفة جدا بصراحة بص يا نور يعني طبعا انت لخصت الموضوع بشكل كبير جدا بس مهم جدا ان احنا يعني لو بنتكلم على الصناعة فهي الصناعة لها اشكال مختلفة ومن ضمنها طبعا الجزء الخاص يعني بالبزارات اللي احنا لازم نزود منها واكيد برضو هنشوف ده الفترة اللي جاية لان مهم كل واحد يبقى ليه يعني من خلال ما وهبته وصناعته مصدر رزق وبرضو مهم جدا ان كل واحد يكون ليه المكان بتاعه الخاص بيه اللي بقى ميسر لبيع المنتجات بتاعته وده مهم قوي ان احنا مش كل الناس عندها المقدرة الكاملة والكافية ان هي يكون عندها بعض المحلات عندها بعض المصانع طبعا ده بخلاف بعض المبادرات الهمة اللي بتقوم بها الدولة في الفترة الحالية ان احنا عايزين بقى كل واحد عنده ورشة كل واحد عنده مصنع كل واحد عنده ايا كان المهنة اللي هو ممكن يعني تكون هي مصدر رزقه اكيد مشروع اهم جدا وان شاء الله نشوف برضو يعني المزيد والمزيد منه بقى في الفترة اللي جاية من البزرات المختلفة عايز اشكر الخطيب على التقرير كمان على مجهود ويعني انت يعني لا بس البدلة حكاية البدلة لا دي بدلة الزيارات دي بدلة الخارجي لا مجهود رأي منك يا خطيب تسلمينك بجلد مرسيد اببسطت لك؟ ده انا باتعلم منك والله اكلت حاجة هناك ولا ايه اخوة؟ عايزين نروح تاني عشان نأكل بقى عشان في كزا مطعم اكل تاني فاروق طلعنا فاصل بسرعة والاكل عامل شغل ها وكان فيه مزيكة والله بس ما كانش في وقت ان انا اعمل حاجة تاني غير الشغل ده المود حلو قوي بجد يعني بص يا جماعة يعني الرايب هنا يروح على طول في اكتوبر الناحية التانية هنا عند المحور كده قرب الشيخ زي دي يعني برضو اي حد يعني حابب نوع غير جو مود اكيد برضو هيلقي مكان مناسب جدا ليه طيب هنطلع معاكم بقى ايه الفاصل وبعد الفاصل همستابل معاكم المخترع الصغير سليم عزو سليم عمل فكرة متقرة وعمل محرك سيارة ممكن بيتحرك او بيشتغل بالميا الموضوع غريب جدا ازاي بقى عمل ده وانعرف برضو عنده قد ايه بعد الفاصل خليكم معانا يلا يمكن الفقرة دي تعتبر من الفقرات المميزة جدا لان هي ممكن تبقى ملهمة لشباب واطفال كتير جدا خصوصا انه ضفنا رغم انه سنه صغير وانه طفل ولكنه مخترع وكمان اخترع حاجة يمكن ده اتجاه عالمي دلوقتي هو انه يبقى فيه منتجات واشياء صديقة للبيئة بشكل كبير جدا الحقيقة ضفنا اخترع مطور او محرك سيارة صديق للبيئة بيشتغل بالميا ممكن احنا مسمعناش عن ده ممكن بشكل كبير الفترة اللي فاتت او يمكن يكون الموضوع مالوش اهتمام قوي على قد ما احنا بنحاول نحافظ على التوازن البيئة بطرق واشكال مختلفة لكن ضفنا النهار ده برغم انه هو طفل وصغير ولكنه مخترع عبقاري جدا هو سليم عزه اللي مناورنا اهلا بك سليم وهنتكلم معايا عن دعم اسرته ودعم اهل وازاي هو حابب الموضوع ده وازاي بيشتغل على نفسه اكتر وكمان مناورنا في الستوديو والدته استاذة لمياء رجدي اهلا بحضرتك مرسي اهلا بحضرتك مرسي بيك وجدا على السلطة جميلة مرسي بيك ومرسي منورنا واسليم يمكن انا برضو لما سمعت مخترع قلت اهل ايك صغير بس من صغار اوي اه اه اقولت بس هيبقى شكل مخترع فعلا بصيت اكبر من كده فالأول عايز اعرف انت عندك كام سنه وازاي فكرة الاختراعات دي جات لك يعني يعني اي حد مثلا من في سنك عايز اطلع اي اي انا عايز اطلع دكتور زابط لكن مخترع دي جات ازاي أنا عندي 12 سنة وفي قول عدادي أنا الفكرة جات لي أنا كنت طول عمري أنا صغير بحب العربية قوي ولسه لحد دلوقتي فأنا ما بدأنا ناخد في المدرسة عن التلوث والبلوشن وكده بدأت أفكر في أنه هو إزاي اللي إحنا نقدر نعمل موتور عربية وفي نفس الوقت يكون صديق للبيئة بسرعة ما يلوزش الدو بتاعنا وبرضو عشانها كمان لما طلقت عربية البالكهرباء أنا كنت عندي شاية concerns اللي أنا مثلا كواحد بحب العربية قوي بالنسبالي عربية من غير مثلا صوت المطور أو المطور يتعدل ده حاجة نشازة حاجة غريبة مش حاجة مش متعود عليها فكت بفكر اللي أنا إزاي أعمل مطور أقرب حاجة للمطور العادي وفي نفس الوقت يكون صديق للبيئة طيب سليم أنت عندك 12 سنة هل؟ يعني إحنا لسه بنبدأ الساينس وشوية شوية هنخش على كاميستري والفايزيكس والحاجات دي لو من خلالها تحدد أنت عايز تدخل كليت إيه وتدرس الميجر اللي أنت عايزه لكن أنت ضايلت تخترع حاجة المهندسين الكبار بيعودوا سنين عشان يوصلوا لها أحكي لي أولا أنت بتحب العلوم والفايزيكس والحاجات دي أكتر من المواد الأدبية التانية وإزاي وصلت للفكرة دي بردو يعني أنا عايزة تفاصيل فاهم؟ هو دلوقتي إحنا 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 ما دخلناش في فيزيكس وكاميستري وكده بس إحنا عموماً ساينس إن جانرال وعشان أنا جدي هو مهندس فدايماً هو كان شغال في حتة الكاميستري وكده فكنا دايماً بنتكلم عن إزاي عموماً حاجات ساينتيفك كتير وأنا من نوع اللي هو بيحب القرية لما تبقى لها لما يكون انتريست فيها يعني عموماً مش بقرأ أي حاجة بتقرأ في الحاجات اللي بتحبها آه فعندما بدأت أقرأ أكتر عن عن ساينس وعربيات وكده فلا يعني الباجراوند بتاعي بقت أحسن بكتير في الحاجات اللي زي كده روض عليك طيب أستاذ الأمي عايز برود أسألك على الموهبة اللي عند ساينس يعني اكتشفتها إمتى ولما اكتشفت أن ساينس ما شاء الله عنده موهبة بالساينس أو إن هو فجأة بيفكر هو حب العربات أو شوف العربات ويسألك إن هو يفكر إن هو يغير من حاجة ممكن تغير الكون مش بس مجتمعه كان ده أثر عليكم في البيت إيه؟ طيب هو أكشف يسليمين وهو بيبي فعلاً ويمكن برجع الفضل قال البابا أكتر إن هو كان عنده نالتش كبيرة جداً على العربيات سبق السنه تماماً وفي نفس الوقت كان بيحب دايماً يعود يتفرج على الحاجة بتتعامل إزاي عمتاً يعني كان بيعود يتفرجه على برامج يعني مش عايز أقول أسماء البرامج بس كلها برامج عن التصنيع يعني ممكن من أول مصمار بيتصنع إزاي الغيبتراك كبيرة إزاي فبقى بتنميله فكره أكتر إن هو دايماً يفكر يعني عمتاً كل حاجة بتتعامل إزاي مع حب العربيات فقدر بقى يجمع الاتنين دون مع بعض يكون دايماً حتى كطفل زي أي الأطفال بتعشع حاجة اسمها عربيات بس كان بالنسبة لسليم أي عربيات تيجي بعد زيب يومينا لقيها مفتوحة وقاعدة بيشوف جوه إيه المعمولة إزاي كده يعني فابتدينا إحنا يمكن متعاملين مع سليم بطريقة مختلفة من إن هو صغير يعني إن إحنا دايماً يدين له حريته شوية في إن هو لو عايز حاجة نحاول نساعده فيها إن هو يخلها درماً حاجة مش بتضره يعني فابتدينا بقى بعدها لما جيه في المدرسة وابتدى بقى ياخد شوية عن البولوشن وكده فجيه في يوم قال أنا عايز أعمل كذا 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 طب يا سليم لازم نقرأ عنها أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش معلومات دي أصلاً فابتدى يقرأ ويجوجل ويسرش وبابا يساعده وكده وبعدين ابتدى كان فيه مسابقة في المدرسة فابتدينا نقول طب خلاص هنعمل إزاي طب محتاجين نعمل مكات طب نجيب التولز اللي تخليه تساعده إن هو يعمل المكات ده ومشينا بقى معاه في السكة دي بس كان بيقعد يطلع عن الموضوع كتير قوي حيل جداً طيب سليم انت مهتم قلتلي بقضايا المناخ صح؟ طيب يعني فكرة أن انت تعمل مطور يشتغل بالمية دي لو فعلاً الاختراع ده يعني ناس كتير أمنت بيه ده ممكن يجاير العالم لأنه انت كده هتقلل نسبة التلوث بشكل كبير جداً عن فكرة البنزين بقى والمواد الضارة بالبيئة احكيلي فكرة المطور اللي بيشتغل بالمية دي بطريقة مبساطة كده عشان ناس تفهمها إزاي ونفستها إزاي أوكي هو المطور ببساطة عبارة عن هو مطور يعني شبيه جداً للكمبورشن العادي أوكي عشان كده قلت لها كنت عايزة خليه قارب حاجة للكمبورشن العادي عشان ما نحسش بالفرق أوي كده هو بيشتغل بالأكسجين والهايدروجين ببساطة جداً هو إحنا بنستخدم الهايدروجين والأكسجين فإن هم يعملوا ضغط بدل البنزين والهواء على المطور عشان يقدر نمشي المطور فده ببساطة وشايف إنه ده ممكن يبقى بديل فعلاً عن البنزين كطاقة للعربيات يعني أه طبعاً أنا شايف إنه ده لازم يعني أو ده هيكون هيعمل فرق كبير قوي في إندستري زي أشرحه ببساطة يسلي من أول التوتيوبس الموجودين في العربية يعني بصفنا عينها صور إشرح بأدائي أوكي أنا كده أشرح بتفصيل صحيح؟ إيه أشرح بتفصيل أوكي دلوقتي هو إحنا عنا نستخرج الأكسجين والهايدروجين من المياه في بروسس اسمه إليكتريكي الأناسسة الثواتر زي ما إحنا شايفين ده البروسس واللي بيحصل إن دي ماشين هي بتستخرج الأكسجين والهايدروجين بسبب إن مثلا الأكسجين عشان هو غاز سالب فبيروح عند القدب الموجب أوكي والهايدروجين عشان هو غاز موجب فبيروح عند القدب السالب وكده بنستخرج الهايدروجين والأكسجين من الموتر على فيبر فورم أوكي و بعدين زي ما بنروح هذه لأي بنزينة نفولabeنزين عادي بنفول أكسجين والهايدروجين واون والهايدروجون بيكونوا ستورد في ام بوبزn آآ يعني الهايدروجين في التنج متاها والأكسجين في التنج بتاعه وبعدين ما بنبدأ عادي حركة الموتور دلوقتي بيدخل الهايدروجين والأكسجين في الموتور بنسبة اภنينة لواحد زي الفورميل بتعط المياه العادي أوكي عندما يدخلوا سبارك بلوج أو البوجيب تعمل شرارة وده اللي بيخلي الأكسجن والهيدجن يتفعلوا مع بعض عندما يتفعلوا النتيجة بتكون بخار فلما بيجي البخار ده هو بيضغط على البستن فالبستن بتنزل تحت وبسبب حاجة اسمها الحدافة ده بيبقى ميكانيزم في البستن نفسه بتطلع البستن تاني لفوق فتقعد البستن تطلع وتنزل حد ما العجلة تمشي ايه الحالية من ذلك؟ بص يا سليم انا كواحد ما بعرفش اي حاجة في اللي ده بتقول ده ومعليش علاقة بالعربيات انا منبهر بكمان طريق الشرحك بسطها جدا بسطها كأنك مش عامل حاجة خالص بس انت متخيل انت عامل ايه يعني مثلا لو احنا النهاردة اه في شركة هتتبنى اللي انت عامله ده احنا انت عارف انت ممكن تروح فين؟ يعني عارف طبعا انا انا كان طبعا انا حلمي اللي انا كنت اطلع ازا فرست تاب اللي انا اطلع في كوب تونتي سيفن اللي انا اتلم قدام اه يعني اه البلاد وقدام مصر طبعا اللي انا اه فكرة زي دي ونفسي اللي انا اقدر اه يعني في يوم الايامي بعندي مصنع ومش بس يكون مصنع سليم هو اللي بيعمل بس العربية البلهايدوجين ده تبقى اذا نيو فيكل تبقى اي حد عنده اكسس ان هو يشتريها مش شركة معينة يعني انت يبقى عندك صوار يا خطيب يعني انت يبقى عندك الفكرة وتوزعها على البرانز الكبيرة وهما يحطوا المحرك ده متاحهم يعني نحتكر بقى السوق انتكر بقى السوق ده فكرة برضو جميعا طيب برضو عايز اسأل حضرتك يعني سليم هو بيتكلم في الموضوع دلوقتي اكيد ما جلوش من يوم وليلا لان الموضوع في ميكانيكا وفي هندسة وفي حاجات كتير جدا مين اللي تساعدوا فيه يعني بابا بس ولا جده ولا كلكم تتعاون يعني كل اللي حواليه فعلا كانوا بيساعدوا بلاس طبعا دور المدرسة كان دور كبير جدا لان كل كلها تعمل جوة المدرسة يعني هو ورغم ان هو كان ساعتها ابتدى للبروجيك ده على فكرة هو في ربع تضيقي ما شاء الله فساعتها المدرسة فعلا يعني ساعدوه جدا ابتدى بقى مدرس الكامستري بتاع السنويه يقعب معاه ويفهم ايه الموضوع وعملوا في في اللاب هناك في المعمل فكرة الاكسجين والهايدروجين زي يفصلوهم من الميا وكده وبعدين ساعدوا ان هو يجيب مكات الموتور صغير ونحاول يعني نعمل حاجة صغيرة طبعا يعني عشان يعمل فكرة الموتور دي دي عايزة مصنع دي دي وعن فكرة ده حل اي مفرع بس كمجرب مكات صغير لا المدرسة كان ليها صراحة ومدرسين كان يوم دور دعم كبير جدا المدرسة لما بتدعم طالب زكي او عنده استعداد بتبقى حاجة تانية خالص خصوصا انه بيلاقي دعم المدرسين كمان في التخصصات دي يعني اكيد مفيد جدا للطالب واكيد على البشرية كلها طيب استاذة لدي حب اعرف منك لما لقيت كده سليم مميز ما شاء الله يعني مختلف ازاي بتنظمي له حياته اليومية بقى يعني هو اكيد عنده برضو واجبات حصص بيحضر المدرسة عنده انشطة اجتماعية رياضية اخرى هل بتنظمي له حياته كده ولا هو بس بيحب الاختراعات بيحب العربيات بيحب فهو مخصص حياته كلها في الحتة دي لا خالص واحنا متفقين من الاول ان فيه حاجات بيزيكس يعني احنا عندنا سليم بيلعب كيانوم ان هو عنده مثلا اربع سنين وبيلعب رياضة اي ان كانت رياضة بس رياضة دي شيء لا رياضة دي شيء يعني هو اللعبة وغير قلعب كتيرة جدا بس احنا متفقين رياضة دي شيء ما يفضل معنا في حياتنا فدول الحاجتين الاساسيين اللي يومه مشغول بيها سواء طبعا يعني صيف اشتة دراسة اجازة دول اساسيين مع طبعا يعني انا مش يعني زيه زي كل جيلو يعني مش عايزة اقول للأسف بس السوشيال ميديا باخد بدنا حيث كبير جدا بس المختلف في سليم ان معظم الحاجات اللي بيعود اتفرج عليها واضر على يوتيوب او 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 اتفر على السوشيال ميديا هي فعلا حاجات ميلية على حتة العربية يعني في الاول في الاخر حاجات مفيدة ليه بالضبط كده وهي دي فعلا انا في الاول كنت بقلقانة وبعدين فعلا اكتشفت كم المعلومات اللي هو فعلا عرفها عن طريق الجوجلينج وسيرشينج واليوتيوب وكده بدنا بقى نسمح بالموضوع شوية بس بنحاول نليمت شوية برضو مع المذاكرة فدوله خلاص يعني وانس ان هو عنده رياضة وميوزيك ومذاكرة وشوية بنتفرج على حاجات مفيدة وبتساعده ان هي تزود مدركه وكده فهو كده اليوم خلاص يعني فهو بالطبيعة خلاص بقى اليوم متزبط على كده بس احنا متفقين ان الميوزيك والرياضة فهو الأساسيين جنب الحاجات اللي هو بيحبه طيب سليم عايز قالك على سؤال كده بما انك انت الرجل النهاردة مخترع واكيد مش هنوقف عند العربية اللي هتمشي بالأكسجين والهايدروجين لو احنا عملنا المشروع ده او الاختراع ده وخلاص تمه وانت احتقرت السوق الخطة اللي بعد ده ايه اوكي انا اول حاجة بالنسبة للمطور نفسه فالخطة اللي بعديها اللي انا عايز احط الالكترايزر اللي هو بفرق الاكسجين والهايدروجين في العربية نفسها بحس ان هو نما بيطلع هو في الاخر الناتج كل ده هو عبارة عن بخار بخار مياه فبعد ده اللي احنا نكسف المياه تاني ونحللها وبعدين تبتت اشتغل تاني جوال عربية هو مش بس مياه لمطور ولكن انت كمان عايز تعمل قاعدة تدوير للمياه هايل جدا طيب ايه الفوايد اللي ممكن تعود على البشرية او على البيئة من خلال الاختراع بتاعك هو طبعا اول حاجة ان هو تساندري برسنت انبيومنتلي فرندلي فده اول حاجة صديقة البيئة مئة في المئة بالزوت كده فدي حاجة مفيدة جدا يعني لنا للعالم كله عموما وطاني حاجة ان ازمة تمن البنزين عموما وان هو قريب مش هنلاقي بنزين فدي حاجة كمان هتساعدنا كويسة ان المياه في كل حتة وموجودة عندنا يعني في كل حتة فده كمان حاجة كويسة جدا اللي احنا لو عرفنا نطبق الفكرة دي حلوة قبل طب انت النهاردة باللوقتي يا سليم بتفكر زي مين او مين مسلك الاعلى من الايدل بتاع سليم اللي هو دايما كده بيتطلع ان هو يكون زيه او يمشي ياخد او المنهج بتاع انا في شخصين بحبهم ودايما يعني بفكر في ان هما بيعملوه وكده هو اول حد كويل بانز اللي عامل عربيات عموما ومع ان اللي انا عندي يعني مش مش فان او مش محب العربية البالكهرباء بس انا بيعجبني جدا فكر ايلون ماسك تماما وان هو بيحاول ان هو يعني يودي العالم في حتة تانية عموما وانت ممكن تودي العالم في حتة تلك ان شاء الله فانا السبب الوحيد اللي هو ما خليني مش حابب قوي العربيات اللي بكهرباء هي ان العربيات اللي بكهرباء غير ان هي ملهاش لازة العربيات العادية بالنسبة لي يعني هي بتعمل ودي حاجة مش كل الناس تعرفها بس في عربية واحدة كهرباء فيها حوالي ستة الاف بطارية فانا ما بيخلص عمرها افتراضي حتى لو الف سنة نحن لها الهت اه لا اتحلل مهلا فانا اضطر اللي نرمي البطاريات دي عندك واحدة عم ايلوم ماسك عندك واحدة هو خل بالك اه عميناه مثلك لا منافس دلللللاتي منافس و برضو عشان الآزمات اللي في العموما في الكهرباء وأن حاجة أن الحد الوقتي مفيش بطاريات تقدر تتحمل مثلا حاجات كبيرة زي عربية ومسافات طويلة وكده لا زي مثلا طيارات لسه ما نقدرش اللي احنا نعمل طيارة كهرباء فدول كام حاجة دول الدوافع اللي مش مخلييني حابة أوي حاجة زي عربية أنا حبيتك سليم ما شاء الله عليك بص يعني خلاص وممكن هنعمل سبونسور ما تقلق سليم يعني أخيرا كده أنت حابب تحقق أي نفسك توصل لإيه وكلمني برضو عن يعني إن شاء الله كده لما تخش الجامعة نفسك تدرس إيه ونفسك تطلع إيه إن شاء الله لما أدخل الجامعة نفسي أخش بيزنس وميكانيكال إنجريرينج بقى يعني موس لي مش عايق ما حددتش بقى مين ميجور مين ماينر بس دول الحاكتين اللي مين لي بفكر فيهم بيزنس عشان عموما أعرف أماركت لو عملت مش عارف أماركت أعرف إلا أنا بقى أبتدي أعمل فكرة البوجيكت اللي عملته وطبعا هندسة ميكانيكا أو ميكانيكال إنجريرينج عشان الفكرة نفسها أنت خلاص أنت بقيت مهندس كده 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 أنت مهندس وكومياي دلوقتي إحنا معترفين خلاص مرسي جداً لك يا سليم ومرسي لحضراتك جداً موارتونك جداً موارتونك جداً وبنتمني لك طبعاً تشوفي سليم أكبر مخترع في الكون باختراعاته وفكرة مرسي لك جداً لك مرسي لك جداً شكراً لحضراتك شكراً يا سليم شكراً طيب بص يا جماعة يمكن فقرتنا النهاردة فقرة مختلفة جداً وكمان مميزة جداً لأن فيها بطلة قدرت إن هي تحفر يعني اسمها كده إيه من ذهب ما شاء الله يعني بالرغم من صغر سنها إلا إن هي يعني كبيرة جداً مقاماً وكمان رياضياً لأن هي قدرت إن هي تتحدى نفسها بشكل كبير جداً في مختلف الرياضات مش رياضة واحدة بس يعني إيه يعني هي بطلة في السباحة العاقة الحركية وأيضاً برضو في الخماسي الحديث اللي هو متنوع منه بقى الرماية بقى وخد بقى معك بقى من الشيش والجري وبردو السباحة فهي ما شاء الله موهوبة بالفطرة كده تحدياتها أكيد ما كانتش سهلة وقدرت إنها كمان تتجاوزها بشكل كبير وكمان تحق إنجازات مختلفة ما شاء الله من الملاكز الأولى بقى أنا عرف منها أكتر النهاردة من بطلتنا حنين رمضان إزايك حنين؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله كله حلو؟ الحمد لله نورتنا جداً ربناك خريباً وبردو نورنا الكابتن الخاص بيها الكابتن محمود عبد الرحمن إزاي كابتن؟ كله كويس؟ الحمد لله فنعم نورتونا؟ شكراً طيب يعني حنين ما شاء الله هنقول إيه ولا إيه يعني إحنا بس طلنا كده شوية مدليات صغيرة على قد الترابيزة والكاسة صغيراً جميل ده الكبير جداً الحلو ده لكن ما شاء الله الشنطة التانية يعني مليانة مليانة يعني كمية مدليات وجوائز مش هضر عدها لأنه هما فعلاً على الضخم جداً طيب حنين عايز أعرف منك أنت البداية كانت معاك في إيه في الأول خالص؟ السباحة ولا أي رياضة؟ وإيه اللي حابدتك في الرياضة بشكل عادة؟ أنا ابتديت بالسباحة أنا الأول كانت السباحة معايا كانت موة بتقول لي مش هتقدر تنزل ولا هتعمل أي حاجة وبعد كده كابتن محمد فاروق قال لي لا لا هي هتنزل وهتعمل ونزلت لعبت الأول كده كنت بجرب نفسي في الميا مع النورمال وبعد كده دخلت بقى لإيه الفارق زاوي الهمن كانت عامل جديد أصلاً في النادي عندنا نادي البنك الأهلي تماماً اتعامل جديد فأنا دخلته وحققت الحمد للنفس جربت بقى الموضوع أه لقيت أن أنت لأ يعني قادرة أنك تتمرني وموهوبة الحمد لله وانضمتي للفريق أه طيب وعدت كم سنة عشتخشي قابة طولة؟ أنا كنت ابتدت كده السباحة بالظبط 2015 تماماً ومن بعدها كده بشوية بدأت أول بطولة كانت في 2016 كانت في البحر اسكندرية في البحر؟ اوه ده صعب جداً المية كانت تقيلة المية المفتوحة دي دايماً صعبة شوية وانا كان حجم صغير فاللوعة شقدة هتعند كم سنة؟ أنا عند 14 طيب صغنانة برضا جميلة يعني إن شاء الله مستقبل كله ليكي بإذن الله معانا هو كمان ليكي بعض الأجزاء من البطولات هي أو من التدريب أنا مش واخد بالي يعني دي بطولة ولا تدريب؟ لا دي بطولة السباحة طيب شغلة عالية هو جداً ما شاء الله إنجازات مختلفة جداً عملتيها وبعدين بقى يعني انضمتي للسباحة إيه اللي خليكي بقى تفكري في الخماس الحديث؟ أنا كنت في سباحة السكندرية في السباحة وكنت في البطولة وكابتن جلال شافني الله يرحمه الله يرحمه شافني وقال لي أنت هتجي ضدرب معانا وهتجي الخماسي وهتجربي الألعاب دي كلها وجربتها ومشي الحمد لله وكل الألعاب دي يعني بالنسبك ما كانتش صعبة؟ في الأول أكيد كانت صعبة مع التدريب والحماس والتشجيع لا أسهل طبعاً أنا عايز أتكلم لسه عن بطولة العالم اللي كانت في برتغال مش هسابها دي بطولة كبيرة ومهمة جداً طيب كابتن محمود قول لي يعني أول حاجة إنت متدرب حنين إيه بالضبط من دون الخماس الحديثة؟ مران حنين الجاري والرماية الجاري والرماية قول لي شفت فيها إيه من البداية كده لما جات لك كده وقيت لك كابتن إحنا نتمرن مع بعض وكمان يعني على ما أعتقد برضه يعني الرياطين فيهم صعوبة لحد ما طبعاً إحنا بدأنا حنين كانت لسه صغيرة من خمس سنين تمام فكان الموضوع صعب شوية إن هم يمسكوا الطبانجة ويدربوا بيها آه فكان عندنا مدرب كابتن إعصام رحمه الله برضه بدأ يعمل لهم حاجات يعني استيب با استيب كده يبدأوا يشيلوا الطبانجة إزاي ويبدأوا هي المفروض المسدس بيقى ليزر ليزر بزر صحيح كده؟ ليزر ليزر فبقى برضه مثالي فيها صنبة لحد ما شوية برضه طبعاً هي فيها صعوبة لإن إحنا كمان بنجري آه بيبقى البلس عالي وبندرب رماية في طايم معين فإحنا عايزين نعمل أحسن طايمة عشان نبدأ نخش في وسط المجموعة اللي بتكسب وأول ما شفتها قلت عليها موهوبة؟ آه هي حنين من صغراء أنا عرفها طبعاً من خمس سنين آه بس عايزة أقول كمان حاجة إيه؟ يعني إحنا كنا أصغر سن في البطولة آه كنا احنا أصغر سن في الناس اللي موجودة كلها وآه وقدرت حنين تعمل في الكلاصفيكيشن بتاعها أو في التخصص بتاعها تعمل مديلة دهب آه وعندنا سالم عصامة عملت مديلة فوضة في نفس الكلاصفيكيشن وحنين من الناس اللي هي عنيدة جداً لعبة عنيدة مش بتشيب حاجة كده للصدفة مش إنهزامية مش آه هو هنا التصنيف بيتم إزاي؟ يعني التصنيف هنا بيتم بناءنا عن إيه بالظبط؟ بالنسبة للعبين؟ هو إحنا في البراليمبي بيصنفوا اللعبة على حسب المشكلة اللي عنده آه في فئة مش عايزة ولعقوا عشان إحنا مش لا أنا مش شايف والله أنا بالعكس هو بس يمكن ده مسمى البطولات لكذا لو بنتكلم أنا مش شايف أي اختلاف تمام في أي شيء ما شاء الله يعني ده عاملة إنجازات آه ما شاء الله كبيرة جداً أكتر من أي حد يعني بطلة أه طبعاً وليه يا حنين لازم أتكلم معاك عن بطولة العالم الأخيرة بطولة العالم ده كانت في البرتغال بالزبط في الأجبونة وإحنا سفرناها كان معانا رئيس البعثة كابتن عامر شانس وكابتن نوها ده شكر خاص لكابتن نوها وكابتن عمر النجدي وكابتن محمود دول كانوا أحسن كباتن بجد ليه بقى؟ وعشان محترمين كويسين معاك يعرفين إزاي رياحوكو في كل شيء بالزبط ده مهم قوي طب كلمين عن البطولة بقى والفعاليات بتاعتها كانت صعبة كانت سهلة إزاي استعدت ليها؟ البطولة لما بنروح البطولة مش لازم نبقى متوترين نحن كنا ريلاكسة أنا كنت بنام بقوم بصحب بانزل بقى كل عاجة البطولة كانت شديدة كان قوية بس أنا عاوز أقول نقطة إن البطولة إحنا لسه للبارة ما تعرفتش قوي لكن البطولات اللي جاية هيبقى فيها إفنتات أصعب وإفنتات أكتر وأعداد أكتر لأنها لسه ما تعرفتش قوي يعني إحنا كنا أنا وبنت ومعانا زميلي كانوا بيلعبوا في الناس بإفنتات إن شاء الله البطولة الجاية هيبقى البنات اللي واحدة في عدد أكبر إن شاء الله بس كانت بالنسبةك يعني شايفة إن كان في صعوبة ولا كان برضو لا أنت متمكنة قوي فأنت عارفة إن أنت ضم إن شاء الله المكسب وأجيبي ميدالي هو الأرض كانت وحشة جدا لكن رغم إن الأرض وحشة إحنا حقنا حاجة الحمد لله بترفري معاك الأرض بشكل كبير دي بصي ما شاء الله يعني دي ميدالات كلها دي الجوائز كلها اللي أنت أحرزتيها وأخذتيها يعني ما تعرفيش كم قد إيه مثلا كده ولا ما بعديش يا جيمي يعني كتير لا أنا ما بعديش آه كتير ما شاء الله يعني أنت إيه خلاص جبت المركز الأول المركز التاني آه خلاص جبنا البطولة ومش فرقة بقى نركز في اللي بعديها إن شاء الله صح كده؟ اللي جاي أحسن وبطولات أكتر وعندي بطولة في شهر حدوش السباح طب كلميني بمناسبة الميداليات اللي كانت معانا على هوا دلوقتي اللي هي دلوقتي قدامنا على الترابيزة أقول لي دي جوائز إيه والكاس ده بتاع إيه؟ الكاس ده الميداليات اللي قدام حضرتك تمام كنت أنا آخر بطولة الكاس وغداء علشان اللي هيجيب خمسة دهب واتنين فضة هو اللي هيخوا الكاس أحسن سباح أو سباح ماشاء الله فأنا الحمد لله عملت حاجة حلوة وأرقام كويسة وإن شاء الله أرقامي تقل عن كده أكتر كل ما تقل كل ما يبقى أرقام كده أكتر التصنيب بتاعك بي أعلى يعني طيب هاي الجده وتكسري الأرقام اللي فاتت دي آخر بطولة في البرتغال اللي هي اللي هي بطولة العالم اللي في نص دي اللي هي دي متعالي من أهم الميداليات بالنسبة لك صح؟ طبعا دي حاجة كبيرة كده بالنسبة يكفيني اللي أنا سفرت وعملت مجهود يكفيك إن إنتي شرفتين كلنا وشرفتين مصر شكرا بجد والله يا حنين طب كلمنا يا كابتن كده عن البطولات دي وبالأخص بطولة العالم يعني هل دف التخصص الحقيقي بتدربوا ليها؟ هما الإفنتين اللي هو الجاري والريماية إحنا بدأوا دي قوي بطولة رسمية للبراليمبي تمام فبدأوا بالليزران اللي هو الجاري والريماية تمام فإحنا قبل البطولة عملنا طبعا تصفيات اللاعبة اللي عندنا بتوع المنتخب القومي وطلعنا منهم سبع لعيبة منهم حنين وروحنا اشتركنا في البطولة فعلا زي ما حنين قالت الأرضية بتاعت الملعب كانت صعبة شوية تمام بس إحنا اتفقنا إن إحنا أنا بتعامل معهم هما صحابي وأخواتي فإحنا ما عندناش حاجة صعبة وفعلا روحنا قبلها بيومين لدرجة إن المنتخبات التانية كانت بتستأذن إنها تيجي تتمرن معنا لأن إحنا في الخماسي إحنا من أحسن منتخبات في العالم طب الحمد لله يعني يا كابتن بتتعامل معهم بشكل رياضي ونفسي بشكل كبير يعني عشان خطر تهيئهم طب زي بتستعدوا بقى للبطولة الكبيرة اللي بالشكل ده وبالحجم ده كمان بنعسكر قبلها بنكسف التمارين وبنبدأ نشوف إحنا هن يعني إيه النقط اللي عندنا اللي هنبدأ نشتغل عليها اللي فيها شوية مشاكل بنبدأ نتمرن عليها بالضبط الضعف والقوة بالضبط كده أه وبنبدأ نمرن اللعب عليها يعني فيه منتل كده بنقعد نتكلم مع لعبة جزء من التمارينة تمام وبعدين هما متفاهمين هما كمان لعبة مروحين جدا جدا وعايزين يجو حاجة فاللي بيعايزي بحاجة وبيتعب أكيد بيوصل لها اه بيوصل لها طب انت شايف ايه بالنسبة للحنين والبردو البعض اللاعبين زميلة يعني شايفهم فين في المستقبل أنا زي ما قلت حضرت من شوية ان احنا أصغر تقريبا أصغر منتخب راح شارك في البطولة احنا ان شاء الله بإذن الله لما ينزل البرال ا Linbi ان شاء الله بإذن الله مسرع يكون جان下 قليلة بإذن الله بإذن الله بإذن الله جمدين احنا هو اه لا احنا أجمد منتخف في العالم اه اجمد منتخخ خماسي في العالم عندنا الموهبة واندنا الإنضة والعظيمة دي حاجة لوحدها حاضرتك بيصح الفجر اه يخلص سبحته ويطلع على دراسته وبعد كده يرجع يتمر نجاري ورماية كده ويخلص يروح شيش يوم مرهق وصعب شوية اللي بيلعب لعبة واحدة بس إذا كان السباحة أو جاري بيبقى مجهد وطعب بالزبط كده حنين يعني أكيد طبعا بالنسبالك علشان تكوني بطلة كبيرة زي ما كابتن قالي كده فيه فيه مشاقة فيه فيه تعب في الطريق شوية لحد ما وليه شكل يومك عملت ازاي بتصحي الساعة كانت تتمرني كم مرة في اليوم مقسمة لألعاب بتاعتك لكم مرة في الأسبوع موزا كريتك دراستك الكلام ده أنا الدراسة دراسة والرياضة رياضة يعني أنا ولا أقدر أسيب الرياضة ولا أقدر أسيب الدراسة بالزبط يعني أنا يومي بيبدأ كده أيام دكتور جلال الله يرحمه كنا بنبدأ من الفجر وبعد كده نخلص نروح على الصالة نتدرب أخلص أروح دروسي مذكرتي لحد بالليل بقى وبنام وبنعيد نفسي ميوم تاني وليك نظام غذائي معين وأحمال بدنية معينة وتدريب معين والكلام ده أو بس أقولك الصرح أنا مبعملش نظام غذائي أنا بعمل إيه؟ إيه بقى؟ أنا باكل قليل بس وساعات أصل ما باكلش وإيه؟ وساعات ما باكلش ليه مبتكليش؟ ليه ده أنت بطلة؟ لا يا كابتن الكلام ده؟ نصة فرقة بسرعة يا ناجل؟ طيب وليه بقى الدور يعني العيلة عندك في البيت؟ ماما بالأخص أنا شافة معاك برضو في كل مكان أوه ماما وبتابعك وليه كده يعني الدعم الكبير بالنسبة للأسرة عامل إزاي معاك؟ إحنا ماما هي اللي بتوديني التمرين لكل حاجة وبابا هو اللي بيسلب لنا العربية بابا هو اللي بيسلب لنا العربية؟ بابا هو اللي بيسلب لنا العربية؟ اوه صح جدا؟ اوه بالضبط طيب جت يعني فترات يأس عليكي في يوم بالأيام كنتي حاسة أنك مش قادرة تكملي حاستي أن الطريق صعب وحاستي أن بابا وماما وقفوا جنبك وساعدوك أن تتجاوزي المرحلة دي؟ هو أنا هي مش في الرياضة هو أنا لما كنت عاملة العملية كنت عادة وقت طويل قوي في البيت فأزقت وكنت منجر الجهاز وكده وأهلي ساعدوني لحد ما قمت تاني ونزلت السباحة تاني وحققت بقى أول قبلك ما فيش مستحيل اوه الحمد لله الحمد لله وإنتي مصدقة ده؟ اوه طبعا بناء على المداليات والجواز دي كلها؟ اللي عاوز حاجة هيعملها ايوة كده حتى لو كانت ايه؟ هو ده الكلام قبلك يعني شكل التامرنات الخاصة بالأبطال اللي زي حنين عشان برضو نوضح للناس إن إحنا ما عندناش اختلافات بشكل كبير يعني في بعض الألعاب عايزين برضو نوضح إن لأ فيه تعب وفيه برنامج تدريبي محترم جدا بيتم لكل اللاعبين مش عايزة صنف هنا حاجة وهنا حاجة تجيتها ليك فاهمني يعني ا خطير بينبدأ نعمل في عندنا دكتور تاخذية عندنا دكتور مينتا لو عندينا دكتور إصابات جهاز متكامل اه بالزبط ما كانش بقائنا أقوى العدمة خماسة في العالم لو ما عندناش الكلام ده كله يعني متوفرين يا كلام ده كله فبنبدأ لما بيبقى في مشكلة عن دكتور فيها بنبدأ نستعين بدكتور إزا كان في التخذية إزا كان فيه مشكلة فعضلة معينة نسأل اله ما يسأل بدكتور المنتل برضو. بنتعامل معنا. انا عجدني جدا موضوع ان احنا بقى عندنا الشق الرياضي والفني موجود بجانب الشق النفسي. مهم جدا احنا يعني من الصغر كده نهدم جدا بنفسية اللعن. تمام. وده بقى متواجد بشكل كبير في معظم الفرق والانتخابات يعني. بزلط. هو ده بقى حاجة اساسية في اي فرقة عايزة تنجح. اه. لازم يبقى فيه معد نفسي معهم موجود معهم بصفة دايما. بيقدر يتواصل مع العيبة هو غير المدربين. وبنقدر نوصله اللي احنا عايزينه للدكتور. واللعب بيقدر برضو يوصل للدكتور اللي هو عايزه. فبنتلع بحل للانجازات اللي احنا بنعملها دي. وراها كزا حاجة يعني. من ضمنها الدكتور النفسي. طب هيل جدا. حنين قليلي طيب شايفة نفسك فين اكتر من ضمن الالعاب دي كلها. يعني حاسة انك فت فيه قوي. يعني السباحة ولا الجري ولا الرماية. يعني موضع صعب. انا عارف سؤال صعب شوية لنا كابتن معنا برضو. بس قولي انتي يعني ميوليك كان رايح ليه في الاول وحبتيه اكتر وبعد كده كملتي بقى في بقية الالعاب الاخر. السباح. السباح رقم واحد. او. السباح. السباح هي بالنسبالك العشق ايها. او. وايه بعديها على طول. الرماية. يعني اعزة تركيز. ولما بتركز وتحس انت جبت صح. وتحس فعلا ان انت زكي كده. اه. عايز سباة انفعالي وعايزة بانك ثقة في النفس. مهم جدا. لما بنضرب كده بتحس الزكاء اللي احنا عملنا ده. يعني لما بتيجي صح. انتي جميلة وزكية. او الله. رباني خليك. رباني خليك ان شاء الله. قولي يا كابتن يعني احنا عندنا ايه الفترة اللي جاية بالنسبة للبطولات. يعني احنا عندنا الحمد لله بطولة كبيرة جدا بطولة هامة زي بطولة العالم. هل خلاص تم التأكيد ان احنا هنشارك في الاولمبيادة اللي جاية? ولا ايه رباني? لسه ما اكدوش البرالين بح يشارك في الاولمبيادة اللي جاية ولا لا بس اكيد في بطولات عالم. اه. سيزن كده خلاص انتهى. فهنبدأ سيزن جديد. اه. وان شاء الله بزن الله نشارك احنا معنا احنا. في الحداشرة اللي جاي فيه بطولة برضو. دي بطولة السباحة بتاع السباحة بتاع الحنين. تمام. ملاش علاقة بالخميسة ده التحدي. ملاش علاقة بقى بتدريب بتاعك. اه اه بالزلط كده. اه يعني. حلو برضو ان احنا عندنا ايه يعني اه كزا رياضة وكزا لعبة ملعب واحد وكزا مدرب برضو. بس هنا اكيد يعني كل اه مدرب بيكون ليه بصمة. موجودة اكيد في حنين من ضمنها بصمتك كابتنية. الحمد لله. مدوابة. اه. الحمد لله يعني زي ما قلت حضائك هو اللاعب برضو بيساعد المدرب. اه. هو المدرب حاجة صغيرة او عشرين في المية. هو اللاعب التمانين في المية اللي بيقدر في الملعب. هو اللي بيلعب المباراة. اه. فهما برضو عليهم شيء كبير. ان هو يحافظ على نفسه. ان هو يسمع كلام التخزيه زي ما احنا جسا متكلمين دلوقتي. اه ينام بدري. الحاجات اللي احنا المتعرف عليها دي. اه اه. طيب قولي ازاي بقى ايه في اي بطولة يعني شكلها عامل ازاي? هل الخميسي مسلا كله مع بعضه في نفس الوقت? بتلعب الجارية مسلا بعد كده الرماية بعد كده يعني شكل البطولة بيكون عامل ازاي? هل بيبقى ليها وقت محدد ولا كله مع بعضه? لا هي النورمال. اه. بيلعبوا لوحدهم. والبارا لوحدها. احنا بنوديها عالكراسي. طبام. اه هو المفروض ان احنا بنضرب رماية. ايوه. خمس رشاق. اه. وبنطلع نجري. طلعها تجروا. اه. وبعدين? اه بنعمل اه اه تلتمية في اثنين. اه. ده كان لما كان في البطولة. ايوه. لكن التدريب العادي لا احنا بنضرب جاند. وبيكون كله يعني ورا بعضه? يعني مسلا السباحة ووراها الرماية ولا كل حاجة بتصل فيها? لا هو هو احنا بنبدأ الاول اه السباحة. ايوه. وبعد كده بعدها بساعة ونص او بساعتين. يعيśmy نفس اليوم كلها. اه بنبدأ نروح. اه بنبدأ نروح على الشيش وبنختم بالجري والرماية. في نفس اليوم بس ما بينهم من بعض من ساعة ونص للساعتين. اه. ما بين كل اه اه او يعني خلصنا السباحة بعدها بساعتين الشيش. اه. وبعد كده بنختم بالجري والرماية لان الجري والرماية مرتبطين ببعض اليوم. دي اخر الطورة. دي الفانش بتاع بطولة العالم اه. احساسك إيه بقى وإنت يعني خلاص خلصنا وآه ونقطع الشريط بقى ودخلين خلاص نحض البطولة حماس حماس رهيب كان طلعت كل طاقتي في الفينس وقتها؟ أه حاسة إنك كل يعني فترة والتانية بتختلف إيت بيتزيدي فنياً وسقطك في نفسك بتبقى أعلى؟ أه طبعاً دي في حد ذات حاجة كويسة تحسين إنت تعبت علشان إنت نفسك بتتعب أصلاً حلمك إيه حنين؟ يعني نفسك تعمل إيه في كل الألعاب دي كلها وفي الرياضة؟ أنا نفسك أبقى سبحة عالمية وألعب سبحة بره بره؟ فين مسلا؟ اللي يجيبه ربنا حين اللي يجيبه ربنا طب يعني ليه الفكر بتاعي رايح بره مثلاً ليه ما يكونش هنا؟ مثلا بشكل معين يبقى معاك أدوات وكل حاجة جاهزة ويبقى ورده الجزء العالمي اللي يبقى نكلم عليه ده يبقى في مصر هنا؟ لا أهو أنا بلعب في مصر أنا كل البطولات دي في مصر لكن أنا نسي أتقاهل أكتر آه يعني بالنسبة لمنتخب مصر تبقى أنت هنا يعني تصنيفك يبقى أعلى ورقم 2 تجيبي بطولات أكتر لمصر هي البطولة اللي جايه شاري 11 للصباحة لدولية عبالبق العالمية دي بطولة ايه دي؟ دي بطولة سباحة دي بطولة السباحة دي هتبقى في مصر يا كابتون؟ إن شاء الله دي في مصر أكتر أنا عارف إن هو الجزء ده يعني برضو مهم جدا في حياتنا إن احنا برضو عارفين موعيد البطولات أه لا أمو إحنا لازم ننصق المدربين لازم ينصقوا الأحمال مع بعض يوم أه لو كان في طولات بالنسبة لكم مهم أوي أه طبعا طبعا عشان إحنا بملعب مش لعبة واحدة إحنا بملعب أربعة عرائب على الأقل يعني أه فلازم يبقى فيه تنصق في الأحمال ما بين المدربين كلهم وبعض بتكلموا مع بعض يا كابتون يعني بتنصقوا الدنيا مع بعض البراليمبي كمان بالذات مرتبطين مع بعض أوي أوي أه أنا كمان ما مرن النورمان منتخب بالشباب أه أه طبعا في رطبات بعضهم بس سميش زي البراليمبي البراليمبي كلهم مع بعض إيدوا واحدة في كل حاجة ويساعدوا بعض حاجة جميلة يا حداك يعني يعني غير المدلات بنفخر بيهم كمان نفسهم ده حاجة عظيمة جدا طب إحنا شايف يا كابتون إحنا إحنا إيه اللي ينقصنا يعني طبعا إحنا في تطور عندنا بشكل كبير جدا يعني بشكل واضح في الجزء الخاص بالبراليمبي يعني أو البراليمبيات كمان اللي حد بنشارك فيها وأبطالنا البراليمبيين يعني أنا شايف إن هم آآ في الحمد لله برضو بعض الخطوات اللي إحنا كنا مفتقدينها شوية لفترة الفاتت بتاتي أواضحة دلوقتي بشكل كبير على أرض الواقع من ضمنها الإمكانيات من ضمنها إلى حد ما برضو المكافآت الخاصة بيهم وخلافهم من الحياة الطبيعية لأي رياضي يعني تمام شايف إيه تاني ممكن محتاجين نزاوب عليه شوية محتاجين برضو فيه دعم بشكل تاني برضو ليهم إيه تاني ممكن محتاجين هو إحنا بس أنا عايز أوضح حاجة يعني إحنا معانا معانا بشمواند الشريف العيران رئيس الاتحاد المصري ونقاب رئيس الاتحاد الدولي هو موفر لنا كل حاجة لأن أدوات الخميسي كمان غالية جداً إذا كانت الطبانجات أو تارجت أو أدوات الخاصة بها آه فهو إحنا مفيش حاجة إحنا معمولينا سنتر في الاستادر آه بنتمرن في كل حتة في الاستادر بالتوفيق كمان إن شاء الله خير بإذن الله الحمد لله عندنا دلوقتي يعني بنية رياضية تحتية غير طبعية كمان الحمد لله يعني بقت جميلة جداً وأي رياضي يقدر كمان يعني الإنجازات كبيرة جداً وبشكل واضح يا حنين نورتنا جداً شكراً جداً ليكي ربنا يا خليك ميسرين بقى يعني بطلات كتيرة للفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله شكراً كابتن جداً عفوه أنا بس أشكر لعيبتي طبعاً اللي راحوا شرفوا مصر إحنا تلاقي عنا سبع لعيبة رجعنا سبع أبطال عالم آه عندنا تلاتة دهب تلاتة فضة برونزية ما شاء الله آآ بشكرك طبعاً وكلنا الشرف إن إحنا شرف لي إننا كنت معكم مهارة نجي برنامج حضرتك ومبروك لك كابتن طبعاً والحنين والكل أبطالنا اللي زي حنين كده وكده خلاص حلقتنا النهاردة خلصت معاكم من إن بوكس بقى يعني وإن شاء الله معاكم الأسبوع اللي جاي وإن بوكس سبورتس وبكرة معاكم حلقة جديدة الساعة ستة ومصة وإن بوكس يلا سلام